لهذا الموضوع يسرني أن يكون معي الأستاذ الدكتور محمد الصبان الخبير والاستشاري النفطي والاقتصادي العالمي أهلا وسهلا ومرحبا فيك دكتور ودنا تحدثنا عن هذه القمة وبالذات المحاور الرئيسية الثلاثة التي تتمحور حولها هذه القمة بسم الله الرحمن الرحيم القمة هذه تمثل أهمية كبرى كونها تأتي في وسط جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وعلى الإنسان وكما ذكرتم فإن الإنسان هو محور هذه القمة ومحور البيانة الختامية التي سيصدر مساء يوم الأحد القمة تناقش العديد من الموضوعات وإن انشغلت بجائحة كورونا وعملية الإنفاق لتوسيع التجهيزات الأساسية لإستيعاب المضار من الجائحة وكيفية توزيع اللقاح إن وصل إلى الأسواق بأسعار رخيصة لمختلف المجتمعات إلا أنها ركزت على الجانب الاقتصادي أيضا هناك أكثر من 11 تريليون دولار تم إنفاق من قبل دول مجموعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود الذي هو عليه ورأينا أيضا أن الوزراء المالية دول العشرين برئاسة معالي الوزير محمد الجدعان قد وافقوا على تأجيل دفع خدمة الدين العام لكثير من الدول وبما يقدر بحوالي 14 مليار دولار هذه إنجازات جيدة تحسب للقمة أيضا القمة ركزت على الشباب على تمكين المرأة على حماية الكوكب والبيئة إلى آخرين من الموضوعات لكن المواضيع الأساسية التي نهتم بها هي أنها دفعت وزراء المالية دفعوا صندوق النقد الدولي لتقديم ما لا يقل عن 70 مليار دولار للدول الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة في معاناتها مع جائحة كورونا ولذلك نرى أن هناك اهتمام كبير من قبل هذه الدول للتصدي للجائحة نحن الآن بإذن الله على مشارف الانتهاء من الجائحة مع بداية العام القادم وستعود عجلة الاقتصاد العالمي نحو الدوران مرة أخرى كما لا ننسى أن العولمة هي الأساس في الأولى الأخيرة تم التأخر في تطبيق هذه العولمة وكانت هناك بعض الإجراءات الحماية والرسوم الجمهورية العالية القمة ستترجم بأن الطريق الوحيد لنماء العالم والاقتصاد العالمي هو الخروج من دائرة الحماية واتجاه نحو العولمة الصحيحة لصالح جميع الدول وليس فقط لصالح الدول الكبرى شكرا لكم الدكتور محمد الصبان الحقيقة